طلب الثاني سنوي المرة اللي فاتت احنا شرحنا لحد الهضم في المعد وقلت لك ان الهضم ده رحلة طويلة وقلت كمان ان علشان الاكل بتاعي بقى جزء من جسمي بيمر برحلة هضم وامتصاص واخد كمان الفايدة منه طيب النهاردة بقى هنشرح حاجة مهمة جدا احنا وقفنا لحد الاكل بتاعي كان دخل الفن وبعد كده مشي في البلعوم وبعدين المريء وبعدين المعدة وبعد كده حصل كذا حاجة في المعدة وبعد كده دخلت على الامعاء النهاردة بقى هنشرح الامعاء تعالى معايا نشرح بقى الهضمة في الامعاء بداية كده نتكلم معان شوية معلومات عن الامعاء ايه المعلومات اللي انا ممكن اعرفها عن الامعاء ما تستغربش لما اقول لك اول حاجة الامعاء البقيقة تتكون من حاجتين حاجة اسمها الاسنى عشر وحاجة تانية اسمها الافائتي يبقى الامعاء عندي بتنقسم لمنطقتين منطقة اسمها الاسنى عشر ومنطقة بعدها اسمها ايه الافائتي قال الهضمة كله يتم في ما في الاسنا عشر طيب اللي بعدها يبلغ طول الامعاء ثانية واحده كده 8 متر انتعلم يعني تمانية متر تخيل كده طول الامعاء اللي جوة البطن بتاعك ثمانية متر تخيل مثلاً وعاء كده ثمانية متر فانت متخيل طولها اقدي كده طيب ازاي زا امس فكري فكريني كده ازاي اقدر ان ثمانية متر دول ياخدو المكان الصغير ده من جسمي او من بطني حتى متى منiya جسم كده التمانية متر دول لما بيتلفه طب جرب ان انت تجيب خرطوم مية كده ولفه كذا لفه هتلاقي هياخد جزء صغير فقال لي ان الامعاء سبحان الخالق ربنا خلقها انها بتنساني على بعضها وكمان بتطربت بواسطة غشاء اسمه غشاء المصاريقه عارف غشاء المصاريقه عامل زي حبل بيربطها ببعضها عشان ما تفكش من بعضها عشان طبعا طولها طويل جدا وقال لي انه كترها يعني ايه كترها مش هي عبارة عن وعاء يعني اصده ان هو عبارة اعتبارها مثلا خرطوم مش الخرطوم ده عبارة عن دايرة كده الفتحة بتاعته قال لي الكتر من فوق ثلاثة ونص في البداية بما يناسب ايه اشمعنا الكتر بتاعها ثلاثة ونص في البداية قال لي ثلاثة ونص عشان يناسب عملية الهضم عملية الهضم عملية الهضم محتاجة كتر كبير طيب في النهاية كترها كام يا جامعة كترها واحد ونص علل كترها في النهاية في البداية ثلاثة ونص ثلاثة ونص وفي النهاية واحد ونص طب ليه يا جماعة قال لي لان ثلاثة ونص في البداية مما يناسب عملية الهضم يبقى معنى كده ان الهضم بيحدث فين في الاسنى عشرة في البداية طب والامتصاص خلاص الاكل بيكون وصل لانهايته جاب اخره خلاص اتحول لكل حاجة رجعت لاصلها زي ما قلت لك البروتينات اتحولت لمين لأحماض امينية الكربوهايدرات اتحولت لسكر احادي يعني من الاخر كده حللت الطعام خلاص رجعته لاصله فكده مش هحتاج حاجة او مكان كتره كبير ده انا هحتاج واحد ونص ايه في النهاية وقلنا بتنساني على بعضها بواسط الغشاء اسمه غشاء ايه المصريكه طيب نتكلم بقى عن العصارات اللي بتعمل على هضم الطعام العصارات اللي بتهدم الطعام هو احنا واخدين في المعدة اسمها العصارة المعدية وقلنا العصارة او العصير المعدة العصير المعدة كان في بقى ايه وسط حمدي بسبب حمد الهايدروكلوريك قلنا الحمد الهايدروكلوريك بيكسرلي كمان وبي موت لكل البكتيريا اللي داخله مع الطعام يعني معنى كده ان وسط المعدة كان ايه وسط المعدة كان حمدي طيب الاصر ל 18 بيدوا لا حدوك يا جماعة خلصنا ودخلين على الاصر بالاكرو behedot 10 بداي خلصنا المعده ودخلين عال الاصر يعقوم الكبد صابب عصاره اسمها الصفرويه يقوم صاببها على الاكرو الصفرويه دي لازمت لها وفايدتني قالur الصفراويه دي مهمه جدا انها تحول تحول الدهون بتاعتي تحول الدهون الى مستحلة الدهون يعني ايه يعني الدهون دخلة كده هتهي هتعمل ايه هتجزقها وتخليها صغيرة كده يبقى هل كده يا جماعة انها هضمت الدهون يبقى العصارة الصفروية تقضي على الدهون يبقى مثلا ممكن يجي يقول لي ايه يجي يقول لي ما مدى صحة العبارة العصارة الصفروية تعمل على هضم نهاي للايبيدات او اللي هي من الدهون هل العصارة الصفروية بتهضمها هضم نهاي قال لي لا طبعا قال لي هضم لا مش نهاي يبقى العبارة خطأ خطأ ليه لانها تقوم فقط بتحويل الدهون الى مستحلب دهني يعني ايه مستحلب دهني يعني بتجزق الدهون يعني بتجزقها بتحولها لحجم تجزق طب انا بحولها لحجم تجزق لي قال لي عشان يسهل ايه هضمها وامتصاصها عشان اعرف اهضمها كويس طيب ارجع ثاني لمرجوعنا قال لي بتعمل على تحويل الدهون الى مستحلة دهني ايه تجزئة الحبيبات الكبيرة الى كطيرات دهنية صغيرة فيسهل التأثير الانزيمي علي طيب مين اللي بيعملي العصارة الصفروية دي قال لي منطقة في جسمنا طبعا كلنا عارفين اسمها ايه الكبد يعني عضو في جسمنا اسمه الكبد يبقى العصارة الصفروية دي جاي فين في الكبد طب عصارة الصفروية بدي بتخزن فين يا جامعة قال لي تخزن في الحويصلة الصفروية ايه ده يعني العصارة الصفروية تتخزن في الحويصلة الصفروية فاكرين لما بنشتم بعد او بنجي نتكلم مع بعض ده انت خلاص ده المرارة بتاعتي اتفقعت ده انا مش عارب ايه عارفين بقى مين المرارة هي الحويصلة الصفروية رايların يبقى الحويصلة صفروية دي هي المرارة طيب لو انا شلتotto و اناس كتير قوي بتشيل المرارة تمام كده خلاص هي المرارة مسلا ستنفجر وخلاص انا شلتها هل دى ممكن تأثر على حياتي لنه هل ممكن تأثر على الهضم بشكل كامل بشكل كبير بردو لا بس بيبقى التأثير صغير ليه لان العصارة الصفروية اصلا بتأثر على الدهون بشكل صغير بس دايما بننصح الناس اللي شايلين الحوايسلة الصفراوية او ما بينكو سن المرارة بننصحهم دايما انهم ما يكتروش من الدهون علشان خاطر الحاجة اللي كانت بتجزألك وتسهلك خضم الدهون خلاص ما بقتش موجود خلاص كده فالاحسن ان احنا ما نكترش من الايه من الدهون ده بننصح مرضى اللي هما المرارة بالموضوع ده تمام كده وقلنا المرارة بتتفرز منين بتتفرز من منطقة اسمها ايه الكبن اسمها ايه الكبن بعد كده بقى احنا خلاص خلصنا العصارة الصفراوية تعالوا نتكلم على العصارات الباقية ما احنا قلنا العصارات دي بتساعد على ايه بتساعد على الهضنة بسهولة كل مكان يعتبر فيه عصارات عشان يساعدك على الهضنة بسهولة انتو في الدروس اللي زي دي لازم تعودوا تقولوا سبحانه باطل الوقت صراحة يعني انا شايفة ان الكلام اللي احنا بنقوله ده حلو قوي وكلام تحس ان هو قصة وتحس انه بتستمتع وانت بتسمعه طيب نجي بقى بعدها على العصارات العصارة البنكرياسية طبعا يعني من اسمها العصارة البنكرياسية جا منين من البنكرياس جا منين من البنكرياس قالي على بتفرض من البنكرياس على الاسمها عشر وتحتوي على ما يلي واحد ركزوا بقى في حتة دي كويس بيكربونات الصوديوم واحد مين بيكربونات الصوديوم طيب اخر حاجه احنا بغضلها في المعده الوسط كان وصف حمض علل ليه لانه كان يحتوي على اتش سي ال يعني حمض الهايدروكلوريك وده حمض قوي طيب عايزين بقى خلاص سبنا المعده ودخلين على الحجل اللي بعدها الحجل اللي بعدها هي مين الامعاء طيب الامعاء بتاعتي بعدين بقى يعني عايز اخلص من الامعاء الامعاء بتاعتي بقى وسطها قلوي يبقى وسط المعده حمضي ووسط الامعاء قلوي قلوي ليه بسببه جدي بكربونات الصوديوم اللي بتعمل على تعادل حمض الاتش سي ال يعني بتعادله وتجعل الوسط قلوي اللي هو كام ثمانية ما احنا قلنا بقى أقل من 7 يبقى حمضي بعد السبعة يبقى قلوي طيب تاني حاجه من العصار البنكرياسي يبقى العصار البنكرياسية اول حاجه فيها بكربونات الصوديوم تاني حاجه انزيم اسمه انزيم الاميليز البنكرياسي فاكرين الاميلاز اللعابي الاميلاز اللعابي كان بيعمل ايه كان بيحلل النشا لسكر سنائي صح اللي هو سكر الملتوز عشان كده كنت بحس بالنشويات بحس ان لها طعم ايه حلو طيب هنا بقى عندين الاميلاز هو هو نفسه وبيعمل نفس الموضوع في الزب يحلل النشا والجليكوجين الى سكر ملتوز ربنا ممكن يكون عامل الموضوع ده يا جماعة على اساس ان انا مثلا ما هضمتش في الفم او ما فضلتش امضخ في الاكل زي المفروض الطبيعي ان احنا نعمله وبعدين نزلته على طول على المعده وبعدها على الامعاء فلو ما حصلش ده في الفم يحصل في مين يا جماعة في الامعاء نفس نفس اسمه بالصبط بس بدل اللعابي بقى اسمه ايه البنكرياسي يحالل النشا والجليكوجين الى سكر الايه الملتوز بعد كده يبقى احنا اخدوا بالكم لحد دلوقتي العصار البنكرياسيات كونت ما دي واحد ادي اتنين الثالثة هو انزيم ثالث اسمه انزيم تريبسونوجين مش فاكرين حاجه شبيه ليه كده حاجه كان في المعده اسمها ايه انزيم الببسين واخدوا بالكم الحصه الحصه اللي فاتت لو ما سمعته مش هتعرف تسمع دي يبقى انا عندي الانزيم اللي فات اسمه ايه الببسين الببسين دوت كان بيخدم مين كان بيخدم عندي حاجه اسمها ايه حاجه اسمها البروتينات بس كان فيه في المعده هنا بقى بيبقى اسمه انزيم التريبسونوجين وفاكرين كان اسم الببسين ايه الببسونوجين قبل ما يتنشط فاكرين الكلام ده ده برضو بيفرز غير نشط اهو وهو غير نشط متى يصل الى الاسمع عشر يتحول الى الصوره النشطه وهي التريبسين يبقى بعد ما يتنشط بيبقى اسمه ايه التريبسين قبل ما يتنشط تريبسونوجين وذلك طيب التاني كان بيتنشط بايه باله سي ال ده بيتنشط بواسطه انزيم اسمه انزيم الانتروكينيز الذي يفرز من الجدار الخلوي للامعاء ايه الدقيقى يبقى الانتروكينيز ده عباره عن راجل انا راجل ما بعملش ايه حاجه في حياتي غير ناجي انشط انزيم احاوله تريبسونوجين وحاوله ايه لتريبسين وامشي يجي لي سؤال مهم جدا في الحته دي السؤال ده لازم تكونوا عارفينه كويس السؤال بيقولي بقى ما مدى صحة العبار كل انزيمات الجهاز الهضمي انزيمات هاضمة هو كل انزيمات الجهاز الهضمي انزيمات هاضمة انزيمات انزيمات هاضمة طب ما نرجع كده للسفوره تاني المذكرة وقال لي ايه وذلك بفعل انزيم الانتروكينيز الذي يفرز من الجدار الخلوي طب الانتروكينيز كان يعمل ايه ينشط هل قال لي انه هو بيهضم ولا قال اي حاجه من دي يبقى معنى كده ان العباره دي صحيحة ايه خطأ ايه خطأ بدليل انزيم الانترو كينيز الذي يعمل على التنشيط فقط تمام كده يبقى العباره دي صح ولا غلط العباره غلط غلط ليه بدليل انزيم الانتروكينيز اللي بيعمل على ايه على التنشيط فقط طي نرجع تاني للمذكر بعد كده قال لي احنا خلصنا خلاص انزيم التريبسينوجين بعد كده قال لي يساعد انزيم التريبسين على تكسير الدهون الى عديد ببطايد بس وقف عنده هنا احنا قلنا انزيم التريبسين كان بيعمل على تحويل البروتينات الى عديد ببطايد هل البروتينات هضمها النهائي عديد ببطايد لا دنيا دوب رجعتها للجزء منها المركب يبقى وسط ما بين الحكتين طب انا عايز اوصلها المين لأحماض امينية هل كده انا وصلتها لأحماض امينية يبقى يجي يقولك هل انزيم التريبسين يقضي على البروتيين بشكل نهائي او يهضمه بشكل نهائي الاجابه طبعا غلط طيب بعد كده عندي ايه اخر حاجه عندي انزيم اسمه انزيم الايه اللايبيز انزيم اللايبيز قال لي ده بيعمل ايه يحلل الدهون الى احماض دهنية وجلسرين باس انا كده جبت النهائي يبقى انزيم اللايبيز بيقضي قضاء تام على مين على الدهون ويحولها الاحماض دهنية وجلسرين وذلك بفضل او بعد تجزئتها بالعسرة الصفروية يبقى العسرة الصفروية انا بسهل عليك يا عم ادخل على الوانزيم مين اللايبيز اللايبيز يقضي خاص يبقى انا بديك الحاجه متقشرة وانت ايه تخلص عليه خلاص كده طيب بعد كده بقى ايه ندخل بقى على الانزيمات اللي بعد كده ندخل على العسارة المعوية قال لي العسارة المعوية دي الخد بالك كويس قوي فرق كلمة العسارة المعوية و العصارة المعوية يعني ايه؟ العسارة المعوية يعني بتاع الإمعاد يعني العسارة المعوية يعني بتاعه المنع ده طيب ندخل في العسارة المعوية قلي هذين عصارة تقرض من جدار أن Trackigue واحتوي على الانزيمات التي بتكمل الانزيمات السابقة ما احنا قلنا اصلا هضم يعني انزيمات 왜�ى اهم قلي بتحتوي على مجموعة من انزيمات اسمها انزيمات البيبتديز جايين من اسمه احنا اخر حاجة وصلنا للبروتين كان وصلنا لعديد بيبتايد رجعنا بانزيم اسمه انزيم البيبتديز طب البيبتديز قلي ايه قلي يكون بتكسير الروابط البيبتيدية لتكوين الاحماض الامينية المختلفة في النهائي يبقى انا واحدة واحدة كده دخلت بانزيم البيبسين او التريبسين كان الانزيم دخل لي كده كده مثلا ماسك في بعضه انا حولته لايه سلاسل عديد بيبتايد تمام كده قمتم دخله على انزيم اسمه انزيم مين انزيم هنا البيبتديز حوله الاحماض ايه امينية يعني رجعه لاصل ولا لا رجعه لاصله طيب بعد كده بقى قال لي فاضل شوية كده حاجات بسيطه تعالوا ما نقولها كده شوية حاجات بسيطه كده فاضله اللي هي مين مجموعة من الانزيمات المحللة للسكريات السنائية الى السكر الاحدة احنا وقفنا على اننا حولنا في الامعاء الى سكر الملتوز يعني سكر سنائي طيب احنا بقى عايزين شوية السكرات السنائية دي تتحول لسكر احده يبقى كده خلصنا على البروتين وخلصنا على الدهون فاضل السكريات ادخل على السكريات زي مين عندي هنا زي انزيم اسمه انزيم ايه انزيم الملتاز خدوا بالكم ملتوز يبقى الانزيم بتاعه اسمه ملتاز حول سكر الملتوز الى ايه اثنين جلوكوز اصله رجعوا الاصله يا عم جلوكوز زائد جلوكوز ما انتو بكرين من اولى ان الملتوز بيتكون من اثنين شبه بعض بعد كده عندنا انزيم اسمه السكريات ملتاذ املك انزيمs لايس مقطع الايخ الملتوز على طول دايرت انت هتقول ايه بتاع السكارات او سكرز يبقى بتاع السكارات السكارات السكر السكرانوس دا سكر منال كوقاع الياصب بيع هصولي لايه لايقظ لاصله جلوكوز زائد مثل غلجوكوز زائد ايه pools بعد كده انزيم الاكتياز بتاع الابن سكر اللبن انا شربت شوية لابن واعزل لهم يبقى يحلل للاكت Ore те I O S kr h i golize وايه وجالكتوز بعد كده انزيم اسمه الانتروكينيز اللي احنا نسه قلنه ليس من انزيم هاضم بل منشط فقط لانزيم الايه التريبسونوجين وكده يا عم انا قدت على كل الطعام وخلاص وصلت كل حاجه لاصله وصلت الهضم او اللي هو بتاع البروتينات للاحماض الاميني اصله وصلت اللايبيدات لأحماض دهنية وجلسرينيليات دهوم انا وصلتها لاصله بعد كده وصلت من تاني اخر سكريات ورجعت كل السكريات كلها لسكريات اه احداء كده نقضت عليها في الحظ عايزي عملا بقى بعد كده عايزي خلي الحاجات اللي طلعت ده تمشي ده في الدم ج traffic. بقى معي في جسمي فحمل عملية بعدها اسماع عملية اه الا الامتصاص اسمها عملية ايه الامتصاص ندخل بقى على عملية مين الامتصاص خلاص يا عمنا خلاص خضمته تمام ورجعت كل حاجه الاصله ادخل على الامتصاص اللي هو عبور المركبات الغذائيه المهضومه الى الدم واللمس انت عندك وزقين في جسمك طريقين ادي طريق ودي طريق طريق اسمه الطريق الدموي وهو الاكل بيروح على حاجتين وطريق اسمه الطريق اللمفاوي اللي هو الدم واللمف انت عندك الغذاء بتاعك بعد اما يتهدم خلاص امشي على طريقين يا عم طريق واحد مني هيروح اللمف واحد هيروح الامتصاص طيب قال لي يوجد في تركيب جدار الامعاء وجود انسناقات عديدة تسمى الخملات تسمى الخملات الخملات يعني يقصد ان هو يقول لي ايه ان انا عايز ان انا عايز ايه امتص طيب امتص ازاي قال لي انا فاكر ان الهضم كان في الاسمع عشر يبقى الامتصاص هيبقى في اللفاقفي هيبقى في ده شكل الخملات عندي يا شابه قال الخملات عباره عن انسناقات عديدة بصوا كده الورقة متنية 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 التانيات دي هي دي الايه بصوا وغدا مساحة دي صغيرة بس لما تيجي تفردها مساحة سطحها ايه كبير جدا لكن المكان اللي وغدا ايه صغير فده من عظمة الخلق سبحانه وتعالى قال لي ان عباره عن الامعاء دي عباره عن ايه عباره عن او جدار الامعاء بيحتوي على حاجه اسمها ايه الخملات الايه الخملات قال لي تزيد الخملات من مساحة سطح المعرض للامتصاص ما احنا عرفنا ازاي لما فردناها بصوا لقيتها وغدا مساحة كبيرة جدا بس لما الطبق التاني ورجعت تانيات تاني خدت مساحة ايه صغيرة ايه تتكون طبقه الخملة من وعاء لبني يحيط به الشعيرات الدموية طب انا عايز اشوف تعالوا كده اهو ادي شكل الخملات من بوه تانيات وجواها شعيرات دموية عشان يمشي الطريق في الطريق الدموية وجواها او براها طبقه طلاقية بتحتوي على خميلات يعني ايه خميلات طلاقية يعني جول خملة في كمان خاملة صغيرة فبسميها خميلة فبسميها ايه خميلة يبقى جوا بصوا ادي الطبقه الطلاقه يبطا عيتها شانية ادي الطبقه الطبقة الطلاقية بتاعتها هي جوه الطبقة الطلاقية دي هنا كده في مليانه خميلات مليانه حاجه اسمها ايه خميلات بصوا الخميلات عباره عن تانيات جوه التانيات فانا عندي الامتصاص هيتم بشكل مريح جدا لان المكان اللي هيتم فيه مساحه سطحه كبيره يبقى دي خميلات ودي ايه خميلات جواها ودي طبعا الطبقة الطلاقية وبعد كده عندي ايه بقى قلي الطبقه الخميلات اللي هو جوه ايه طبقه الطلاقية ايه اميانه خميلات وفي جوه حاجه اسمها شعيرات دموية واوعيه لنفاويه طبعا الشعيرات الدموية بتاعت مين بتاعت اللي هتاخد الاكل الممتص وتوديه للطريق الدموي وعندنا الاوعيه لنفاويه هتاخد الاكل الممتص وهتوصله للطريق اللنفاوي بعد كده بقى همشي الطريقين بتاعي وهمشي الطريق الدموي والطريق اللي طيب احنا وقت ايهه Lesson اخذنا الاكل وылهنا خذناه اليه هو احماط الامنية خلاص بقت معنا واحماط الدهنية معنا وبعدين معنا كمان السب كريات الطريق الدموي هو الدم و اباره عن اي اله الدم سايف يحتاج الحاج مجmeal الذي يوم له من الدوم اليهnel احماط الامنية او السكريات او المية او الاملاح برضو ايو طب مين الحاجات اللي متضبش الحاجات اللي فيها دهون ما احنا قلنا الدهون او الليبادات عبوما لا تزوفين في الماء طب تعالوا كده قال لي الطريق الدموي يبدأ بالشعيرات الايه الدموية ما احنا قلنا ان كل خملة فيها حاجتين فيها طريق المفاوي وطريق دموي فيها شعيرات دموية وعقل المفاوي طيب داخل كل خملة ويمر في هذا الطريق واحد الماء اثنين الاملاح المعدني ثلاثة السكريات الاحدية والاحماض الامنية وخدوا بالكم من دي كويس قوي البيتامينات الزائبة اللي هي رقم ثلاثة بيمر فيها كمان بعض البيتامينات بس تعالي بيتامينات اللي تقدر تدور تصب هذه المواد في الوريد اسمه الوريد الباب الكبدي الكبد قدامي هنا مثلا هنعتبر ان ده الكبد تمام ككل قد ابل الأبد ككلca بيبقى هناك وريد اسمه الوريد بابي كبيدي تمام تالى وبعد ما اخرج من الكبد بيبقى يبقى هناك وريد اسمه الوريد اجواف سفلي وبعدين يوصلوا للقلب ويبقى كده تمام يبقى احنا الطريق الدموي بيصب فيه كل الحاجات اللي بتدوب زي مين زي الاملاح المعدنية والمية والسكريات والاحماض الامنية والبيتامينات بس هاي فيتامينات الزائبة زي مثلا ايمس زي فيتامين بي وزي فيتامين سي البيتامينات دين البيتامينات الزائبة كيف تصب هذه المواد خط المواد دي ومشيتها في الدم اوصلها على مين بقى اوصل للحتى اسمها الوريد بابي كابدي يوصلها للكابت الكابت دي بيشيل عندك كل السموم اللي في الجسم وما تقوليش انا بكرش سموم كل حتة لحمة انت بتاكلها فيها عباره عن فيها عباره عن جزء سمد جزء منها سمد فالكابت بيشيل السموم وبعد كده عندي وريد كبدي وبعد كده يوصلها الوريد اجوب ايه وريد اجوب صفلي وبعدين نوارد الاجوة في السكلي اللي قلبه وكده خلصنا الطريق الايه الدموي الحمد لله ندخل على الطريق التاني الطريق اللي مفاون بيمر فيه من الجليسرين الاحمد الدهنية وما يزوف في البيتامينات خد بالكو البيتامينات اللي ما بتضبش دي وما لا يزوف الايه في البيتامينات اللي ما بتضبش دي عبارة عن ايه بقى الفيتامينات دي عباره عن مجمعه فكلمه كده يعيiqueه والايه اللي هي ما بتضبش في في الطريق ده و ظه في الطريق الفاوي مجمعه فكلمه كدا beliefه والايه و vierتامين دي وفيتامين ايه خلص يبقى دي البيتامينات اللي بتمشيه بالطريق الفاوي خلاص كده اللي تكون الدمون في للطبقه كما ان الخلايا تمتص كطيرات الدهن قدوا بالكو التي لم تتحلل بالانزيمات في عباره عندي بعض دهون ما تمتصش و ما لسه ما اتحللتش بالانزيمات خلاص كده هتضرني لا قال لي فيه طريقة اسمها طريقة البلعمة البلعمة اننا يخد كطيرات الدهن لسه ما اتحللتش اقوم ايه زي بلعها كده خلاص كده بعد كده تتجه جميع الدهون الى الاوعية اللبنية ومنها الى الجهاز اللنفاوي الذي يحملها الى أنه لوении الى وريد اجوف حولي يكون عبارة الدموى تصبه في وريد اجوف فهمي و بعد انه للقلب اما الطريق الى şunu يصبى في وريد اجوف علوي و بعد انه يتحللها على القلب وبالكده اكون ان قد رحلات الاكل بعد هل لا فقد أنه عبارة الطف Course فضل طقاط قطع فيه كل позвол نعمل لا فقد أنزل طفق الصغيرة similar في الراحله فريعا اخر جزء في الراحلات عندي الجزء بقى اسمه ايه اسمه التمثيل الغذائي اسمه التمثيل الغذائي عملية القايد اللي اخدناها في قولة سنة لو تفتكروا التمثيل الغذائي اللي هي العملية التي يستفيد منها الكائن الحي بالمواد الاذه المهضومة خلاص يا عم انا هضمت و امتصد استفيد بقى استفيد منها ازاي استفيد منها ان انا امتصها وتشمل عملية التمثيل حاجتين هدم او هدم معلش وبناء هدم وبناء طب واحدة واحدة كده فاكرين ما احنا قلنا فوائد الاكل احنا قلنا فوائد الاكل بتعمل ثلاث حاجات اول حاجة الحصول على طاقة لو مكلتش مش هيبقى عندي طاقة تاني حاجة بناء الجسم او النمو وثالث حاجة تعويض الانسجة التالفة ان انا لو عندي جرحة او اي حاجة تالفة في جسمي ان انا ايه تتعوض تاني طب عملية الهدمة قال لي بيتم فيها اكسادة المواد وخاصة السكريات وانتج منها ايه طاقة عشان اقدي الوظائفة الحيوية بتاعي طب عملية البنياء قال لي بيتم تحويل المواد البسيطة الى مواد ايه معقدة فيتحول السكر الى مواد نشوية يعني يرجع يتحول للنشويات تاني بعد ما فكته او وتتخزن على هيه جيلايكوجين في الكبد والعضلات وده اللي درسنا في قول والاحماض الامنية تتحول الى بروتينات تاني وتتحول احماض الدهنية والجليسرين الى ايه الى مواد دهنية تخزن تحت الجل يبقى انا رحلة طويلة قوي ابتدت بالفم وفضلت الحاد ووصلت للفاقفة وبعد اللفاقفي كمان حصلت على حاجه اسمها التمثيل الغذائي شفتوا الرحلة بتاع الاكل علشان اقدر اخد الفايدة وده بيحصل كثير في اليوم على مدار اليوم فمتخيلين كل ده بيحصل عشان الاكل بتاعي استفيد منه ويبقى جزء من جسمه كده الدرس بتاع الهضم الانسان كله خلص اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه زي ما انا بستمتع وانا بشرحه واشوفكو على خير والحسه الجاية بازن الله هنحضر درس احلى من ده كمان اسمه درس النائم اشوفكو على خير اشتركوا في القناة